دكتور عمري طلعت المهانسة عمري طلعت دكتور وزير الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات أهلا بحضرية كيف أنت أهلا بك شكير جدا على هذه الاصلافة الكريمة وكل التحية والاحترام للمشاهدين الكرام شكرا جزيلا لحضرتك يعني حينما نتحدث عن أعمال هذا المؤتمر نقول إنه مؤتمر مهم لكن مسوغات هذه الأهمية لأنه في قطعات كثيرة وكثير يمكن أن يقدم سواء لمصر أو للقرى الإفريقية من ضمن الأمور التي ستناقش وتعنى بها هذه الاجتماعات محوران يخصان الاتصالات محور عن تصنيع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات أو في مجال الاتصالات كذلك عن البنية التحتية في الاتصالات وأعتقد إحنا خطونا كمصر يعني خطوات مهمة جدا في مجال البنية التحتية والقرى الإفريقية أيضا عليها أن يعني تدخل هذا المجال لو حديك تحدثنا عن أهمية هذين المحورين شكرا يا فنم بالفعل زي ما ساتك تفضلت هو هذا المحفل في منتهى الأهمية بشكل عام وفيما يخص قطاع للصالات والتكنولوجيا المعلومات هو أيضا يشكل أهمية كبيرة يعني نبدأ بالمحور الثاني اللي ساتك تفضلت بذكره وهو البنية التحتية الرقمية كل الدول الإفريقية وطبعا مصر ضمنها تسعى إلى دعم وتقوية البنية التحتية الرقمية الحمد لله في خلال السنوات الماضية مصر خطط خطوات واسعة في هذا المجال استثمرنا أكثر من 2 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية للإنترنت الأرضي فائق السرعة تضعفت سرعة الإنترنت المتوسطة للإنترنت الثابت أكثر من 9 أضعاف في خلال السنوات الخمس الماضية زاد عدد المشتركين الآن حتى بلغ حوالي 70 مليون مشترك في خدمات الإنترنت الثابت ومن ثم أصبح هذا المرفق في غاية الأهمية لتلقي المعلومات لتلقي فرص تدريبية لممارسة العمل لمتابعة الأخبار أو حتى للأنشطة الترفيهية ومن ثم يتعين على الدولة دوما أن تستمر في دعم هذه البنية التحتية في توسعها في تطويرها وتدعمها أهمية هذا المحفل أن هذه المؤسسات المالية المهمة التي تشارك في هذا المحفل يمكن أن تتشارك مع الحكومات في دول إفريقيا وطبعا مصر ضمنها في دعم هذه البنية وتطويرها بشكل أكثر هذا هو المحور الأول أما فيما يختص بالمحور الثاني أيضا في خلال السنوات الماضية مصر حققت تقدما مهما في مجال تصنيع الإلكترونيات في خلال العام أو العام ونصف الماضي وقعنا أكثر من أربع أو خمس اتفاقيات مع شركات عالمية لبدء تصنيع التليفونات المحمول والحاسبات اللوحية في مصر هذه وثبة مهمة في هذا المجال يقترم بها أيضا وثبة في غاية الأهمية وهو عدد الشركات التي بدأت في تأسيس وتوسيع مراكز تعهيد لتصميم الدولة الإلكترونية من مصر أصبحت مصر دولة فاعلة في هذا المجال في إقليمها ومن ثم يمكن أن نتشارك في المؤسسات الدولية لكي نزيد من قوتنا ومن خططنا في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني خلال العديد إن شاء الله نتخيل أن تحدث طفرة سواء في المحور الأول أتحدث عن مصر هنا وأنا أسأل وزير السلاة وأيضا عن مسألة تصنيع حضرك بتقول فيه تليفون مصري يمكن كان فيه قبل كده يعني محاولة أعتقد أنه الآن التكنولوجيا تقدمت كثيرا وأعتقد أنه ما ينتظرنا أفاق مختلفة يعني خلال عدين شاء الله خليني أبدأ بما تفضلت بساتك حول التليفون مصري وندقق هذه العبارة لا توجد دولة تصنع جهاز إلكتروني من ألف إليه ولكن لابد أن تتكامل الصناعات ما بين دول تصنع المكونات دول تصنع الشاشات دول تقوم بمش فقط تجميع ولكن تصميم الدوار الإلكترونية بتصنيع الألواح الإلكترونية ليس فقط تجميع وهذا أمر يعني يجب التركيز عليه نحن تجوزنا مرحلة التجميع نحن نتحدث عن صناعة نسبة القيمة المضافة في مصر فيها لا تقل عن 45% وهي نسبة يعني تعتبر نسبة جيدة جدا لهذه المرحلة لا يمكن أبدا أن نحن نصنع جهاز 100% ولا يمكن أبدا أن نتخيل أنه في دولة بتصنع جهاز 100% أي دولة في العالم ولكن ولا الصين حتى الصين التصميمات تأتي من دول أخر يعني مثلا هناك شركة لا أريد أن أسمي شركات بعينها ولكن هناك شركات تصمم الأجهزة ثم تصنع في الصين ففكرة أننا نصنع جهاز 100% يجب أن ندقيقها لكن في جزء المكون خلاص يبقى مصري تصنيع هنا تصنيع ونركز على قيمة المضافة ولما أتحدثت عن الأصالة التي بدأت تصنيعا في مصر لا أتحدث عن تجميع أتحدث عن قيمة مضافة لا تقل عن 40% إلى 45% وهذا يعني شرط نحرص على أن ينص عليه في كل تعاقد نوقعه قريباً السادة الوزير بدأت بالفعل بدأت بالفعل لبعض الشركات بعض الشركات أخرى وقعت مذكرات تفاهم وبدأت في بناء المصنع وشرعت في استيراد الأجهزة ومعدات التصنيع وخطوط الإنتاج شكراً لوقت حضرتك وبالتوفيق إن شاء الله في عمل هذا المؤتمر شكراً لسادة الوزير شكراً جزيلاً